ما أننا النهاردة هنتكلم عن التربية من خلال كتاب لأنها تفرق معنا كمان دلوقتي من خلال Application Zoom البوكتوبر أستاذ يوسري عفت يوسري عفت هيكلمنا أكتر عن إيه هي الكتب اللي نحب أو اللي ينفع أو اللي ممكن نقراها لما نقرر نقرأ كتب تفيدنا عن ولدنا بما راحل عمرهم المختلفة بأي نوع من أنواع المشاكل أو المعلومات اللي ممكن نكون بنبحث عنها مساء الخير أستاذ يوسري مساء النور إزاي حضرتك أهلا وسهلا إزاي حضرتك أهلا أهلا بك أحب أعرف منك دلوقتي لو أنا النهاردة أم وعايز أقرأ كتب تساعدني على تربية ولادي إحنا بنتكلم عن جيل مختلف بنتكلم عن جيل حديث وسابقنا بكتير ترشح لي إيه وتقولي أقرأ إيه أنا مع حضرتك تماما في كل بتقوليه وطبعا بالإضافة لكتاب لأنها تفرق أنا عارف أنه هو من أجدد الإصدارات اللي كانت موجودة في معرض الكتاب السنة دي مع دار عصير الكتب ودي حقيقة واحدة من اهتماماتي بقى لي فترة تحديدا في كتب التربية لأنه زي ما حاجت بتقولي الجيل الجديد بس إن هو جاي ومعايا خبرات الأجيال اللي فاتت فبقى صعب قوي إن التعامل معايا بنفس الطريقة اللي إحنا تربينا فيها فأنا يعني معايا مجموعة كده من الكتب اللطيفة جدا أولهم حابب برشح عن الكتاب ده ومش بس في التربية لكن هو يعتبر زي دليل شامل كده للأسرة كلها اسمه رحلة الحياة ده لدكتورة هانا بولغار هو الكتاب في رحلة مش بس عن التربية لكن عن التفل من قبل ما هو يبقى أفضط نمامته لحد بقى ما بيكبر إزاي نقدر نتعامل معايا إيه أنواع التطعيمات إيه الحاجات اللي نقدر نعملها له إيه الأمراض اللي ممكن تجيله وإزاي نبقى يعني عندنا نعمل أنواع الوقاية ليها ولو جاته نقدر نعمل معا إيه يعني رحلة شاملة الحياة واحد من الكتب المهمة جدا والكتب الحديثة ومرجع مكتوب من خلال دكتورة هانا بولغار واحدة من دكتورة الأطفال المهمة جدا طبعا هيبقى ده موسوعة شاملة فيه بعد كده معنا برضو من الكتب العربية في كتاب الأطفال اللي يفهمونا كلمة لا وألف بقى الصحة النفسية للأطفال دول بقى نقدر نقول عليهم المرحلة الأكبر شوية نتكلم بقى من سن سنة لتلات سنين أو أكتر وتحديدا الأطفال اللي يفهمونا كلمة لا بيتكلم بقى على مواقف كتيرة بقى والسن مسلا لحد قبل سن المرافق كده ولا حاجة فالكتابين دول برضو هم كتابين ممتازين الحقيقة وبيشتغلوا أكتر على التعامل مع الأطفال على الصحة النفسية ليهم على الأفكار كتيرة اللي ازاي نقدر نتعامل معهم بالشكل الجديد أو بالحاجات اللي هم يقدروا يفهموها مع الحاجات الجديدة اللي هم بيعيشوا فيها والتكنولوجيا بقت حاولهم في كل حاجة جميل جميل إيه الكتب اللي حضرتك شايف إنها ممكن تساعدنا بقى مع المرحلة العمرية اللي بعد كده شوية وهي مرحلة المراهقة مرحلة المراهقة والتعامل مع المراهقين بيعتبر يمكن من أصعب مراحل التربية ومن أكثرهم تشكيلا وتأثيرا في المستقبل وفي حاجات كتيرة جدا ترشح لنا إيه بقى للمرحلة الصعبة دي؟ المرحلة دي فعلا صعبة وتحديدا الجليل الجديد بس دايما يعني من أغلب الحاجات اللي قرأتها هو دايما فكرة الحوار مع المراهقين ومن السن اللي قبل كده طول ما أنت قادر تتبنى فكرة الحوار مع الأبناء بشكل جيد وتقدر تبني فكرة الكلام دايما معاهم هي دي اللي بتساعد فالكتاب ده هو من الحاجات اللي بتفهم حتى المربي نفسه إزاي يخلق الحوار ده مع الأطفال من البداية هو اسم الحوار مع الأبناء علاج لكل ده لدكتور جابة حشان بياخد كده من مرحلة أنه هم يبقى عبتدي عندهم معي من خمس أو ثمان سنين وبعجب يودينا بقى لمرحلة المراهق وإزاي كل سن نقدر نتكلم معاه بلغته وبالطريقة الجديدة أو بالأساليب الجديدة كمان في كتاب هو ده مش كتاب عربي لكنه كتاب مترجم واحد من الكتب القوية جدا كيف تتحدث فيزغى المراهقون إليك وتزغى إليهم عندما يتحدثون هنا رحلة ما بين الاتنين ما بين الأب والأم أو ما بين المراهقين الكتاب ده برضو في منه نسخة تانية للأطفال يعني في مرحلة بتاعت الأطفال ودي مرحلة المراهقين وعايز أضيف كتاب أخير هو الكتاب ده من الكتب المنتزة ده بقى للمربيين نفسهم للأب والأم نفسهم اسمه الزكاة العطفة في التربية ده بيعرف الأب والأم لو كان عندهم مشاكل صادقة مع أهليهم في التربية ده بيخليهم هم غصبا عنهم أو في اللاوعي بتاعهم بيعملوا تصرفات بعد كده مع أبنائهم غصبا عنهم ما بيبقوش فاهمين إن دي من تنتبعات قبل كده هم عاشوها صح فبيخليهم إزاي يعرفوا يعبروا أو يقدروا يفرعوا ما بين الشعور وما بين السلوك لو في مشاكل بين الأب والأم إزاي يتجنبوا ده في علاقتهم مع الأبناء لأن في الغالب أو غصبا عننا بطبيعة الحياة بتلاقينا بنفس عن قضبنا أو عن الحاجات اللي بدينا في أولادنا أحيانا الكتاب ده بيفهمنا إزاي نقدر نفرق يعني فواحد برضو من الكتب المهمة جدا صحيح أنا بشكرك جدا أستاذ يوسري على الترشيحات اللي قدمتها لنا وأعتقد أنه كل اللي عندهم المراحل العمرية اللي حردتك ذكرتها أول حاجة هيعملوها النهاردة أنه هم هيشتروا الكتب دي أنا بشكرك على وجودك معينا عن طريق زمارسي اشتركوا في القناة